ليسوا هنا في مهمة أمنية وإن أوحت بذلك هيئتهم زيهم العسكري وسلاحهم النوعي بل أتوا لتنفيذ عملية سطو المسلح فرع البنك الأهلي اليمني بمدينة المنصورة في عدن كان مسرح العملية التي استهدفت مدير فرع البنك عبدالله سالم النقيب بطلق ناري في رأسه وأحد أفراد حراسة البنك نهب خزنة البنك كان الهدف من هذه العملية إلا أن المسلحين وبعد تعلل مدير البنك بأنه لا يمكن فتح الخزنة لعدم توفر النسخ الثلاث لمفاتيحها باشروا بإطلاق النار ثم لاذوا بالفرار بحسب تصريح رئيس مجلس إدارة البنك لقناة بلقيس الذي أكد أنه لو لا أعداد المسلحين وأسلحتهم وزيهم الخاص بقوات مكافحة الإرهاب لما عجزت حراسة البنك عن مقاومتهم بسرعة القبض على الجنات وتوفير العناية اللازمة وعلاج مدير فرع البنك الأهلي اليمني جاء توجيه رئيس الحكومة عقب الحادث محذرا من المساس بمؤسسة الدولة والعبث بأمن وسكينة المجتمع سابقة يرى مراقبون أنها لا تكشف إلا مدى الانفلات الأمني الذي تعيشه عدن كنتيجة لتقاعس الدولة وعجزها في ظل صراع السيادة بين الشرعية وحلفائها